التوقعات السلبية بتعمل ايه؟ بتعمل اشياء سلبية في نفس الانسان تجعله دايما حاسس بالتهديد حاسس بالرعب حاسس بالخوف وخاصة في قضية العلاقات ان الشخص ده امتى هيطلع الشخص ده سيء؟ امتى هيظهر على حقيقته؟ فطبعا كمان بتزيد التوتر وكمان بتأثر تأثير الحاجة التالتة ان فيه تأثير على ذات الانسان تأثير سلبي لهذه التوقعات فتؤثر سلبا على تصرفات الشخص وسلوكه حتى ممكن يعمل يتجنب التفاعل والتعاون مع بعض الناس عشان التوقعات السلبية دي وما يكونش فيه اي حاجة حصل تساعده على هذا التوقع ولكن يحس ان مجرد ما شخص بيعمل اي حاجة وهو متوقع فيه توقع سلبي يحس بعب وحس بضغط ويحس بديء ولذلك الله سبحانه وتعالى علمنا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعد الظن اثم والاسم يضيق الصدور حاجة التالتة الخطر لما تكون في توقعات سلبية ان الانسان ما بيقدرش يحقق الامكانيات توقعات سلبية بتخلي الاشخاص ما يحققوش امكانياتهم الحقيقية لان هم بيكونوا دايما شايفين ان الاعتقاد بان الشخص لن ينجح عليها يجب عليه ان هو يتجنب المحاولة يعني انه ارى بيض فما بيخرجش امكانياته لانه متوقع انه ايه انه هيفشل في ايه اللي يحصل فيتوقف عن العمل وتوقف عن الاداء ويتوقف عن الشغل ويشوفوا ان دا ما فيش فايدة الحاجة الخامسة السلبية اللي بتتحصل بناء على التوقعات حاجة سيئة جدا ان يفقد الشعور باهمية التواصل مع الناس التوقعات السلبية بتجعل انسان يفقد مش يفقد الشغف يفقد شعوره بانه هو عايز يتواصل مع حد لانه بيرى اني التواصل ملوش جدوى ملوش جدوى لا فيه فايدة من التواصل فما تواصلش مع الناس ويقول لي احصل ويقطع العلاقة بينه وبين الناس وعشان كده ايه اللي حاصل دي يجي رقم ستة بقى ان التوقعات السلبية بتكون سبب اساسي في تدهور العلاقات ليه طيب لاني بيبقى فيه فرص زائدة لحصول الصدام والتناحر وعدم الرضا والرفض والكراهية فكل ده بتعمله التوقعات السلبية من اول ما التوقعات السلبية بتخلي الانسان حاسس بالكآبة وبالضيق وبالتوتر وتأثيرها السلبي على النفس واحساسه بعدم اردته للتواصل وصولا بتدهور العلاقات كل دي اثار سلبية اثار سلبية للتوقعات السلبية طب واذا كانت التوقعات بقى ايجابية برضو اذا كانت التوقعات الايجابية ممكن تكون مفيدة في بعض الحياة لانها بتزود التفاؤل وتعزز الثقة وتحافز الناس للتعامل مع بعض والنجاح المشترك لكن في نفس الوقت لازم يكون يعني التوقع الايجابي في الناس لازم يكون متزن ليه لازم يكون متزن لان في بعض الاحيين التوقعات الايجابية في الناس لما ما تكونش متزنة ممكن تؤدي الى مشكلات ضخمة جدا 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 عشان كده بيقول يجب ان يكون التعامل مع الاخرين عبر توقعات متوازنة ومعتدلة بدون افراط طيب اذا قام الانسان بقى بالافراط في التوقعات الايجابية مع الاخرين ايه التحديات والمشكلات اللي هتواجهه هتواجهه غملة من التحديات والمشكلات اول مشكلة هتواجه خيبت الامل انه لما يرفع توقعات الايجابية في الناس يخيب امله ولذلك ايه اللي حاصل انا متوقع ان الصحابي اللي كان وقف جنب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان متوقع من الصحابي توقع عالي انه هيكون اكثر ايمانا ويثبت قدام المعاصي فلما جهه وجد جلت في المعصية اضطر انه هو يزمه وقال فيه كلام سلبي فرسول الله سلم وكانه بيرده الى التوقعات انه هو بنا ادم فلذلك قال له لا تكن عونا للشيطان على اخيك متبقاش عونا للشيطان على اخيك وما تصفوش بالاوصاف دي هو بنا ادم زي بقى دي بنا ادمين ولذلك الانسان ما بيرفع سقف توقعاته الايجابية في الناس هو معرض بشكل كبير جدا جدا لخيبة الامل ليه لان التوقعات كل ما كان غير وقعية في الاخرين بيمكن معاها ان يتعرض الانسان اللي خيبت امل عشان لا يتحقق مكان يتوقعه ويمكن ده اللي بيقدي الى الشعور بالاحباط والاستسلام عند الناس لما حصلوش اللي كان متوقعه من الاخرين تعال نشوف بقى مشكلة تانية من التوقعات الايجابية لما تكون لما شخص يفرد في التوقعات الايجابية ايه اللي حاصل التوقعات الايجابية دي ممكن تزود عليه الضغط نفسي الشخص اللي بيبالغ ويفرد في التوقعات الايجابية بيشعر بضغط نفسي متزايد ليه؟ لأن وجود الاحتمال في التوقعات بيخلي الضغط على الشخص ده يرتفع لأن التوقعات دي دايماً قابلة للنجاح والفشل لكن لما هو يكون دايماً متوقع النجاح والكمال وده ما يحصلش فهو يتضغط نفسياً أني هنعمل إيه إذا ده ما حصلش